السيد وزير الداخلية التونسي الهادي مجدوب أهلا وسهلا بكم في أول ظهور إعلامي لكم بعد توليكم حقيبة وزارة الداخلية نبدأ معك أول الأسئلة السيد وزير الداخلية الألماني في جولة في البلدان المغاربية وطالب بالتسريع في إجراءات ترحيل طالب اللجوء المغاربة في ألمانيا كيف سيقع التنسيق لإعادة التونسيين إلى بلادهم من ألمانيا؟ هو من حيث المبدأ التونس بطبيعة الحال لا يوجد حتى إشكال في أن تقبل مغاطنها هذا لا يوجد حتى مشكلة نعرف أن حاليا في سدد هناك مشروع مذكر التفاهم بين الطرف الألماني والطرف التونسي ويتم الإعداد للعملية لكن على مستوى وزارة الداخلية في الحقيقة دورها محدود في هذا أولا وزارة الداخلية هي التي تتولى التعريف أو تحدد هوية الأشخاص المطلوبة ترحيلهم إذا ما نقول أنه شخص هذا تونسي وتونس مستعدة في بعض الحال لقبوله ثم عندما تتم العملية يقع قبوله في تونس عند الوصول سيد الوزير ألمانيا صنفت تونس بلدا آمنا هل بدأ الاستقرار يعود حقا لبلادنا؟ نعم الأمن في تونس تحسر كثيرا لكن ما زالت أمامنا العديد من المراحل اللي لابد أن نتخطها لأنه في الواقع المشكل في تونس ما هو مشكل الأمن فقط لأنه فما مشاكل متع تنمية فما مشاكل متع مطالبة بالتشغيل وهذا ينتظرنا عمل كبير فيه وكلما تقدمنا في المجال هذا كلما زاد الأمن تحسن متابعة الحال هذا بصورة عامة لكن زاد مشكل الإرهاب تعرفوا أنه معناها أصبح يتخطى كل الحدود متع الدول مشكل ما يخصش تونس فقط التهديدات موجودة لكن المؤسسة الأمنية والمؤسسة العسكرية في تونس ثابتة وتتقدم بخطوات مهمة خطوات ثابتة نحو إرساء أمن جمهوري أمن يمتلك الحرف هي اللازمة للتسدي لظاهرة الإرهاب تحدثتم عن الأمن الجمهوري ولكن العديد من المنظمات الحقوقية في تونس تحدثت على أن مؤسسة الأمن التونسية لم تخرج بعد عن جبة النظام السابق وتمارس تجاوزات في حق المواطنين وحق السحفيين وتعذيب في السجون التونسية كيف تنظرون إلى مثل هذه الاتهامات التي توجهها إلى مؤسسة الأمن الجمعيات الحقوقية أولا مفهما حتى قال أن الأمن التونسي يتكون من ملائكة هذين الناس موجودين يخدموا هناك مجهودات كبيرة تمت في مجال حقوق الإنسان في تونس بعد 2011 من حيث التكوين من حيث تغيير المنهج العمل لكن الكلم الذي يمنعه هذا الحقيقة فيه الكثير من المبالغة الآن حقوق الإنسان مدسترة وعلى المستوى العملي فيه احترام كبير لحقوق الإنسان هناك منظومة كاملة في وزارة الداخلية لقبول التشكيات لقبول عرائض المواطنين ويتم معالجتها هناك انفتاح كبير جدا ويمكن لبسه مع الجمعيات مع المنظمات الحقوقية هناك زيارات تتم بصفة دورية لغرف الاحتفاظ وبطبيعة الحال هناك كذلك القضاء يمكن لأي شخص اللي يدعي أو يشوف أنه تعرض إلى تعذيب وغيره وأنه يلتج إلى القضاء ووزارة الداخلية والأعوان اللي تابعين وزارة الداخلية ما همش فوق القانون قلت فيه مبالغة لأنه التحسن موجود لكن العمل ما زال متواصل في المجال هذا ربما فيه ربما أكيد فيه العديد من الحالات اللي وقعت وعندنا العديد من الإجراءات التأذيبية اللي اتخذناها ضد أعوان التشئوا إلى ممارسات مثل هذه لكن ما هيش منظومة متع تعذيب هل تعتقدون أن أي تدخل عسكري أجنبي في ليبيا قد يكون له وقع مباشر ودقيق على الوضع في تونس نحن لا نعتقد نحن متأكدون أنه كل تدخل عسكري أجنبي في ليبيا من شأنه أنه يضرب تونس على عدة مستوهات على مستوى الأمني على مستوى اجتماعي على مستوى اقتصادي لذلك أنه سيد الرئيس الجمهورية بنفسه في واحد من خطاباته أكد أنه على الدول التي تفكر في التدخل عسكريا في ليبيا أنها تدرك أن هناك مصالح دول الجوار وخاصة منها تونس حتى لا يقع ضرار بها تونس كما تعرفوا معناها ضد تدخل العسكري لأنه نعتقد أنه الحلول هي حلول سياسية بالأساس والتدخل العسكري متأكدين أنه بشي يضر بتونس بتابعة الحال ونتمنى أنه لا يصير شكرا سيد الوزير الهادي مجلوب على قبولكم هذا الحوار ونستقي إن شاء الله في محطة لاحقة شكرا مرحبا بكم صحب